موسيقى مساء الخير صورة اليوم التي سنعمل حتى تكون واضحة الرؤية لكم لا تتعدى حدود العلاقة بين مجلس النواب والحكومة أليس من المفترض أن تكون العلاقة تكاملية بين الطرفين؟ أليس من المفترض أن تضبط العلاقة بينهما بالأطر والآليات القانونية؟ وأليس من المعيب الحديث عن صراع بين مؤسستين إحدى هما تكمل الأخرى؟ فمن كسب الصراع؟ الحكومة المنتجة من البرلمان أم البرلمان مانح شرعية الحكومة؟ ومن سبب الأزمات التي نعيشها؟ ومن حاول أضعاف من؟ ومن منهم من يستحق الإشادة؟ فهل يعقل أن نقول الحكومة قوية وهي صنيعة برلمان ضعيف؟ وهل يعقل أن ينتج برلمان قوي حكومة ضعيفة؟ هل صراعهما أو خلافهما يعبر عن خلاف ائتلافين أم مكونين أم شخصين؟ ومن تأثر بهذا الصراع؟ المالكي أم النجيفي أم المواطن؟ مشاهدين باب التواصل مفتوح بيننا وبينكم من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك fullimage.rashidmedia.com تقدرون تبعتون بأراءكم ومشاركاتكم أثناء كل حلقة وأيضا قبل كل حلقة لأن صباح كل يوم سبت وثنين واردعاء حتلقون عنوان الحلقة موجود وأيضا المحاور اللي حناقشها موجودة على صفحة البرنامج على الفيسبوك دون إيطالة الحوار بعد قليل معسكران متناقضان ولم يلتقيا إطلاقا عند نقطة مشتركة فالعلاقة بين الحكومة والبرلمان أشبه بخصمين لا يريداء الاحتكام إلى القضاء بقانونية عملهم مناكفات سياسية تركن فيها القوانين والتشريعات المعطلة التي ينتظرها الشعب في أدراجهم الخلاف لا زال خلاف بين الكتل صحيح هناك تجاذب واستقطاب بين رئيس المجلس ورئيس الوزراء ولكن هذا الخلاف ليس شخصي وإنما على قضايا سياسية ومواقف اتباع سياسة المقاطعات والانسحابات من المجلس والحكومة والضغط الذي يمارسه طرف الخلاف يراه مراقبون ما هو إلا وسائل جديدة استخدمت لتخدير الشعب الذي بات يحلم بإقرار قانون واحد يصب في مصلحته دون إشراك مصالحه من شخصية فيه الصراعات كلها على مفاصل الإنتاج المالي يعني صراع النفط والغاز قانون تصدير النفط الموازنة أينما يكون هناك مشروع قرار فيه أموال وفيه علاقات إنتاج يكون صراع الموضوع حتى قانون تقعد اللي أقر مؤخرا مرروا من تحت أبطه قانون تقعد البرلمان الفشل الذريع اللي تعاني من الحكومة حاليا الفشل الذريع اللي يعاني البرلمان اللي ابتكروا وسائل جديدة لإرغام المواطن أو لمنع تشريع جيد لصالح المواطن وسياسة المقاطعات الانسحاب من البرلمان يمكن أن ينسحبوا من الحكومة ولكن البرلمان ممثل الشعب كيف ينسحب من مصالح يجب أن يحققها في هذا البرلمان لصالح الشعب ولم يبقى للمواطن سوى انتظار ماذا سيحصل في الأيام القادمة بعد أن بات يرى نفسه هو الضحية في حلبة التجارب للسياسيين المتصارعين في الحقيقة الخلافات بين أعضاء مجلس النواب ورئاسة الحكومة يعني حقيقة خلافات عميقة جدا وما لها نهاية وهذه رح تأثر على المواطن سلبا المواطن ينتظر الميزانية ينتظر خدمات ينتظر هذه كلها معطلة معطلة سوي لهذه القائمة سوي لهذا كذا سوي لهذه القضية مزايدات والخسران الأول والأخير هو المواطن يعني بالنسبة لي ما أتعمل شي هنا في العراق يصير صحيح يعني ما دام موجود الصراع بين السياسيين فما أعتقد يعني يكون في الشيء بالعراق جديد أو تطور أو تحسن بالعراق ومن المتوقعين يتصاعد الخلاف بين الطرفين الحكومة والبرلمان خلال الأيام المقبلة بعد تمسك كل منهما بمواقفه وبالنهاية فلا مؤشر يدل على حسن النوايا أو إمكانية التقارب لإنهاء الخلافات التي يقع ضحيتها الشعب العراقي لبرنامج الصورة الكاملة سمح شاكر تحية طيبة مرة أخرى مشاهدينا وتحية طيبة لضيوف الكرام السيد علي العلاق النائب عن ائتلاف دولة القانون أيضا الدكتور أحمد المساري النائب عن ائتلاف متحدون أهلا بكم وسعيد جدا بحضوركم شكرا لكم أهلا وسهلا سيادة النائب بعد أربع سنوات تقريبا شوان نشوف شوان نتقيم عمل مجلس النواب ورئاسة المجلس ورئيس المجلس أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وتحية لك أخي علي وللزميل العزيز سيد أحمد والمشاهدين الكرام شكرا جزيلا بداية أنا ليس من منهجي المصادرة لأي مؤسسة أو أي عمل أو أي جهة في كل جهة عادة ما يكون هالك إيجابي وما هو سلبي ومجلس النواب في أدائه يمكن أن يقال أن هالك الكثير من الإيجابيات حصلت هالك قوانين وتشريعات وتوافقات نفعة الساحة العراقية وبلا شك قوانين خدمت المواطن بشكل معين ولكن حقيقة الحال أن الجانب السلبي لعمل مجلس النواب طغى على أدائه الإيجابي وضيعه حتى لو كانوا لك إيجابيات تحسب لمجلس النواب ضيعها وخيم عليها وألقى بظلالها عليها السلبيات والتداعيات اللي بدءا من الانقطاعات الكبيرة للكتل السياسية تترك البرلمان شهرين وثلاثة ولا تحضر مرورا بالصراع السياسي داخل البرلمان وتحويل البرلمان إلى منبر للتسقيط والمواجهات والاتهامات وأحيانا تكون متقابلة حتى أكون نسان مهني يعني وبالنتيجة عمل رئاسة المجلس اللي هي المحور الأساس والقطب الأساس في إدارة عمل البرلمان للأسف الشديد لم تكن ناجح على الإطلاق ودعني أقول بصريح العبارة فشلت في أداء مهامها وكان بإمكانها أن تدير بروح أبوية بروح الأخوة وتوزع الأدوار وتضعه بالجداول وتتجنب الانتقائية في القوانين والتشريعات وتلتزم بنظام الداخلي بدقة ولكن الكثير من المخالفات وآخرها حتى لا أكون بعيد عن ذهن المواطن أن الموازنة اللي جاءت من الحكومة وجاءت في وقت حرج إلى اليوم إلى اليوم صار أكثر من الشهر والموازنة في أدراج رئاسة المجلس متى ضعها على جدوى الأعمال والله شنو تسترضي كتلة سياسية معينة على حساب الشعب خلينا قاطعك وقف لي عند رئيس المجلس عندكم مشكلة وياه ودائما تتهموا بأكثر من اتهام ما عندنا مشكلة شخصية على الإطلاق بالتأكيد مشكلة عمل طوانين والتشريعات علاقة لدرئيس المجلس في بعدها الشخصي طيبة جدا زين ولكن المشكلة في أدائه وواضح أن أداء يغلب عليه الطابع الانتقائي ويغلب عليه الطابع الشخصي وللأسف الشديد يحمل في نفسه ما ينعكس مباشرة على سلوكه في أداءه في العمل مباشرة يعني يستقع وجهه يقطب ويكون شاحب وما معناه يواجه الكتر السياسية اللي تختلف معها في الرأي وكأنها ليست أعضاء في مجلس النواب وعادة ما يلتفت إلى الجهة ولا يلتفت إلى أخرى وقلت جدوى الأعمال مهم جدا ويجب أن يرضي الجماهير والناس عادة ما يضع القواني يعني أعدي قواني قاموا يعطى للرسمية صار الأربع سنين دور الماضي ما خلوه ما يمشي إلى الآن الرئيس اللجنة أطالب بكتب متكررة قانون العطل الرسمي يوضع على جدوى الأعمال للتصويت ولا يوضع فضلا عن قوانين أخرى أين قانون الأحزاب ليش شو السبب لي عطله كتل سياسية وضعه انت خليه على جدوى الأعمال واحرج الكتل السياسية الموازنة والله شو الكتلة الكردستانية تنسحب لتنسحب هذا رأيها السياسي لك تخليه على جدوى الأعمال ابري ذنتك أمام الله أمام الشعب العراقي وبالنتيجة إلا يفكر من يفكر دكتور أحمد دكتور ليش مجلس النواب ضعيف أداء ضعيف مو هذا المجلس اللي تشنا نريده ونتمنىه موهي تشي بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أخي علي وتحية لضيفك الكريم السيد علي العلاق ولمشاهدي قناة الرشيد الفضائية حقيقة أداء مجلس النواب ليس ضعيفا وقام بالدور الذي كان مسند عليه لكن المشاكل اليوم الموجودة في الساحة العراقية ليس سببها مجلس النواب وأداء مجلس النواب وكما تعلمون اليوم أكبر مشكلة لدينا هي مشكلة الملف الأمني فأسأل اليوم هل الملف الأمني ممسوك من قبل البرلمان ورئاسة البرلمان أم من قبل الحكومة هل القلة في الخدمات أو انعدام الخدمات وملف الخدمات اليوم بيد مجلس النواب أم بيد الحكومة ممسوك من الراقب مو مجلس النواب هو الراقب الحاسب نعم ولكن بسبب تمرد الحكومة على مجلس النواب وعدم انصياعها أو سماعها لمجلس النواب هو الذي أوصلنا ذلك أنت تعلم بأن مجلس النواب لم يستطع أن يستجوب أحد من المسؤولين في الفترة الأخيرة وكانت هناك استجوابات حتى سيد رئيس الوزراء لوزراء كان عليهم بعض الملاحظات ولكنهم لم يحضروا وتعندوا على مجلس النواب لذلك المجلس لم يستطع أن يقوم بدوره الرقابي بسبب أن الحكومة غير متعاونة معه وعندما نتكلم عن رئاسة مجلس النواب وتعطيلها لبعض القوانين كيف يمكن أن تعرض قوانين في جدل الأعمال ما لم يكن هناك توافق بين الكتل السياسية على هذه القوانين اليوم من القوانين وليش هذا التوافق دكتور وإحنا شفنا بالمرحلة الماضية تم أقرار قوانين بالأغلبية اليوم عند الكلام عن قانون الموازنة كما ذكر السيد قانون الموازنة قانون يخص معاش كل العراقيين وكل مكونات الشعب العراقي إذا كان مكون كامل من الشعب العراقي لديه بعض الملاحظات ولديه بعض المطالب في هذه الموازنة وقلنا رئيس البرلمان ومجلس النواب يقول اعطوا دور للحكومة اعطوا مهلة للحكومة أن تتفاهم مع حكومة تقليم كردستان لكي تصل لنا الموازنة بصيغة مرضية لجميع الأطراف حتى يتم التصويت عليها ولكن كيف نصوت على موازنة العجز فيها 40 مليار دولار كيف نصوت على هذه الموازنة إذن السبب ليس في مجلس النواب السبب الحكومة التي أرسلت لنا الموازنة ليش نذب اللائمة على الحكومة ليش ما نقول مجلس النواب ضعيف لأسباب كثيرة من هذه الأسباب إتوا العراقية ومن ثم ائتلاف متحدون أنتوا سبب ضعف مجلس النواب وسبب انفراد المالكي بالقرار مثل ما تقولون يوم أنسحب من مجلس النواب يوم أرجع يوم أهدد بتقديم الاستقالة ويوم أقاطع جلسات المجلس مشكلتكم ويا الحكومة لو ويا المجلس إذا ويا الحكومة ويا رئيس الحكومة ليش نسحب من المجلس السيد رئيس الحكومة مدعوم بكتلة كبيرة في البرلمان لذلك لا العراقية ولا متحدون تستطيع أن تمرر موقف ما لم يكن هناك موقف من قبل الكتلة الداعمة للسيد رئيس الحكومة لذلك نحن سواء كان في العراقية أو في متحدون لم نستطع أن نجلب رئيس الحكومة للاستضافة حتى استضافة لم نستطع أن نأتي به إلى البرلمان لأن هناك كتلة كبيرة في البرلمان داعمة له وحتى بالنسبة لاستجواب قدمنا عدة استجوابات حتى وصلت إلى سحب الثقة من الحكومة لكننا لم نستطع لأننا لم نحصل على النصاب بسبب أن هناك كتلة داعمة لنهج هذه الحكومة التي قد فشلت تماما في كل الملفات ملف الخدمات فاشل تماما والشعب العراقي يشتكي ملف الأمن تقريبا منهار وهذه الحكومة قد فشلت تماما والمصيبة أن هناك كتلة داعمة لهذه الحكومة رغم فشلها فلذلك عندما تتكلم عن ضعف مجلس النواب السبب ليس فيه الكتل المعارضة للحكومة وإنما الكتل المساندة للحكومة التي فشلت في هذه الملفات كله واضح سياتنا بشتر يدون من مجلس النواب وهو مسلوب الإرادة ما يقدر يشرع أي قانون بعد قرار المحكمة الاتحادية المسيس مثل ما شوفه بعض الجهات ما يقدر لا يستضيف ولا يستجوب كم مرة طلب استضافة السيد المالكي والسيد المالكي ما يحضر هذا مو أضعاف الدور مجلس النواب صحيح هتكلم هالموضع يعني جاوب عنه ولكن أنا كان عدفت خمسة نقاط كنا جاوبهم بختصار أو أهمهم أهمهم راح أخذ لبس وحده فقط ودعا السيد المسالي أن الحكومة فشلت وفشلها مطلق وهذا هو المصادرة والسلبية المؤانمة من تحدثت البداية قلت رغم اعترابنا على أداء بإيجابيات وبيسلبيات لاحظ هذه روحية المصادرة التي يمتلكها إخواننا في العراقية أستاذ أيد علاو من اليوم الأول للعمل السياسي وإلى يوم الكهذا ما سمعنا ولا كلا خلنا أكمل هذه الفترة لا لا بعيدا لا تكملنا تفضل الفشل الحكومة حكومة لم تفشل أصلا بعيدا عن هذه روحية بيش نجحت من الحكومة الشعب العراقي أنا أقول الحكومة نجحت في مجالات عظيمة جدا أولا نجحت في أن تحقق للعراق سيادة وطنية عظيمة بانسحاب القوات الأجنبية من العراق وهذا عرس تاريخي لم يقدر أي عراقي الحكومة العراقية استطاعت هذا الشي يحسب هذه الحكومة الحالية حكومة السيد المالك الأولى السيد المالكي كان في الدورة الأولى ولا أنهyes تركوا العراق في ضياء الحكومة بعد الصعوبات بالغ استطاعت أن تؤسس لكهرباء مستمرة في أغلب نواحي هذا إنجاز عظيم أين الكهرباء؟ عجيب روح أسأل بناء القرى أنت والأرياف ليس فقط المدن الآن الكهرباء ممتدة إلى ساعات طويلة وإذا انقطعت تنقطع نصف ساعة وساعة يوم أسأل المحافظات متعددة أستقرأ الوضع الكهرباء الآن أفضل بكثير من السابق وإنتظر إنجاز كبير أين هذا الشيء سياتل؟ المحافظات الجنوبية أو بغداد أو أين؟ وسط وجنوب العراق وفي بغداد في أغلب المحافظات أسأل ما أريد ناقش الكهرباء والخدمات أكو شيء أهم أكو شيء أهم من الملف الأمني أكو شيء أهم من الملف الأمني مجحة الحكومة في الملف الأمني نعم الحكومة رغم التحديات العظيمة رغم التآمر الإقليمي رغم تآمر السعودية وبندر وأمثاله والأسلحة العظيمة التي ينطوها عن طريق سورة تدخل العراق والجاء من القرن العاشر يحملوا شعور المخيف والمرعب والأشكال المرعبة التي تدخل العراق من الشيشان وأفغانستان ومن هذه المرعبة الآن رغم هذا المد الكبير والقطري والتركي وأمثاله مع ذلك قواتنا المسلحة تخوض معركة الشرف وستطاعت أن توجه ضربات قاسم الإرهابيين والآن الجيش العراقي بدأت بنات تحتية تتكامل الطائرات بدأت تأتي أسلحة متطورة بدأت تأتي وقواتنا مرحبة بها في الأنبار بشكل كبير جدا رغم الإدعاءات التي حاول أن تضعف من دورها ولكنها تمارس دور كبير نقاط ضعف موجودة خلي السياسيين يقفون إلى جانب حكومتهم في دعم الجانب الأمني أنا واضح جدا عندي سيقوى الجانب الأمني بقوة الشعب يساند القوات المسلحة لكن الكلام مع السياسيين اللي يوميا بعضهم صاير ناطق رسمي لداعش والإرهابيين في إضعاف القوات الأمنية ملفات أمثال هذه كثيرة وكثيرة جدا الحكمة مش فشلت الحكومة تؤدي دورها إن كان هناك ضعف فعلينا جميعنا تكامل في معالجة الضعف ماكواحد يقول إحنا معصومين واضح حرجة أستمع الإجابتك على سؤالي قبل ذلك الحكومة ناجحة وبالتالي الفشل عند مجلس النواب عند الشركاء اللي يدي يحاربون الحكومة اللي همهم الأول والأخير حين نجاح الحكومة في الإرهاب الذي يضرب في كل مكان من محافظات العراق في الحرب التي تدور الآن في الأنبار ويدعى بأنها حرب ضد داعش ومدن العراق تضرب بالطائرات والدبابات والمدافع الثقيلة هذه حرب ضد مدن عراقية داعش لا تقتل كلنا ضد داعش وداعش قتل مجرمين وكلنا نحن من حاربنا داعش ونحن من طرد داعش من الأنبار ولكن اليوم ما يضرب ليست يضرب داعش الآن تضرب أبناء الأنبار فاللوجة والرمادي مدن آهلة بالسكان أنتم كلكم ترون أن الشهداء والجرحة كلهم من الأطفال والنساء والشيوخ داعش لا تقاتل بهذه الطريقة هذا فشل حكومي في مقاتلة داعش داعش تقاتل بطرق أخرى وليست بالدبابات والطائرات التي تضرب المدن وتهدم الدور والمساجد والمستشفيات هذه استراتيجية خاطئة ماذا شوفوا الإعلام إذا أنتم غافلين عن الإعلام الحقيقي فشوفوا الإعلام وشوفوا جاين ينقل الصور الطائرات تقصف في مدن الأنبار بالفلوجة والرمادي وداعش طبعا موجودة موجودة في هذه المناطق بأعداد قليلة ولا تضرب ولا تقصف حتى ما كانها معروفة حتى لا تتعرض المناطق التي فيها داعش إلى القصف هذا الحدش دقيق دكتور نعم دقيق جدا 50 قتيل من الإرهابيين الحكومة ضبطت وكر ضبطت أسلحة دمت بيوت للإرهابيين إذا ردنا أن ننجح يجب أن تنقل الحقيقة يجب أن ننقل الحقيقة إذا ردنا أن ننجح داعش موجودة ومن يقاتل داعش ومن أبناء الأنبار ولكن الجيش الحكومي اليوم يضرب المدن بالطائرات والمدفعية والدبابات ويقاتل حرب مدن إلى الهالي الضحايا تروح اليوم من العراقيين بالعكس بل هناك اليوم عشائر الآن بدأت تقصف كذا بدأت هي من تقاتل الحكومة الحكومة استراتيجية خاطئة بحيث وجهت العشائر ضدها بدل من أن تكسب العشائر لصالحها العشائر الآن أصبحت ضد الحكومة وهذا أمر خطير جدا يعني أخي العزيز أنا سألك سؤال أسأل أنه اليوم نسبة الهروب في الجيش العراق شكال نسبتهم نسبة عالية جدا ما حد يديرين كرها من داخل القوات تدري هذا ليس طبعا ليس جبنا ولا من أبناء القوات المسلحة أبدا هم شجعان أبنائنا في الجنوب وفي الفرات الأوسط لكنهم يقولون نحن لا نقاتل أهلنا في الفلوجة والأنبار لنحن نقاتل نقصف مدن نقصف أغالي سيارة الأسف جدا مسؤولية الأزمات الحالية ونقول أنه مجلس ضعيف والحكومة عندها هاي الأخطاء وبخصوص أزمة الأنبار الحكومة حتى ما استأذنت مجلس النواب ما أخذت موافقة مجلس النواب من راحة جيش للأنبار السيد رئيس مجلس النواب يتحدث يقول الحكومة عزلت مجلس النواب أي مجلس النواب ما لأي دور بحال يمكن أخطر أزمة يمر بها العراق مسؤولية حفظ الآمن هي مسؤولية القيادة العامة القوات المسلحة والقائد العامة القوات المسلحة والقوات الأمنية وهي المعنية وفق الدستور العراقي بحفظ الأمن وما يحتاج أن تستشعر مال دور مجلس النواب مجلس النواب علي أن يدعم بالمال وبالسلاح وتهيئة خطأ ولا صحيح سيد الاستراتيجية خاطئة هذا اعتراضنا الحكومة لا تواجه إلا الإرهاب وهذه الدعاة يتفضل بين الأستاذ المساري ومن يدعم هذه الحصائيات موجودة على الإعلام هذا الكلام لا واقع له على الإطلاق أن فيه نفي نقاط عن الحكومة إنما ذهبت بدعوة من العشائر الكريمة وباستغاثة من شيخ العشائر وذهبت بدعوة من الحكومة المحلية وسيد محافظ الأنبار بنفسه استاذ أحمد هو اللي طلع ويصرق ويستنجد بالقوات العسكرية والحكومة ذهبت عندما ظهرت السلاح وحملت السلاح والمثل الملثمون السود اللي ظهروا في أنحاء الرمادي وهم يهتفون ضد طائفيا ويهددون طائفيا والحكومة ما تحركت إلا بعد كانت تضرب في الصحارة وتوجه ضربات خاصة العشائر هي من تقاتل هؤلاء العشائر هي من تقاتل داعش هي من تقاتل داعش الحكومة اليوم شغلها تقصف المدن تقصف الأهالي هذا شغلها أصلا خربت الشغل كله على العشائر تقصف المدن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق الحكومة تقصف أهداف محددة لداعش والإرهاب والجيش العراقي مسدد ومؤيد من قبل عشائر الكريمة البطر أبناء العراق والصحوات الكريمة اللي الآن وقفت إلى جنب الحكومة أحلك جميع مع الجيش العراقي الكل متفق أنه لازم ينساند الجيش العراقي أنا موضوعي مو الأنباري موضوع العلاقة بين الحكومة والبرلمان شفنا صراع وشفنا خلافات يا سيادة النائب تريد تقول الحكومة ما عندها أخطاء مجلس النواب هو المقصر الكتل السياسية هي اللي حربت الحكومة أنا لا أدعي العصمة لأحد اليوم إحنا دولة فتية ونبني أنفسنا بناء تدريجي وأنا تكامل تدريجيا ولكن الدعاء الفشل للحكومة هذا الدعاء باطل نقول الحكومة فيها الضعف بس بداية الحلقة قلت مجلس النواب فشل مجلس النواب لم يكن بمستوى الطموح شريد من مجلس شريد أنت بنحاور موضوعي أنا قلت إيجاهي شريد من مجلس النواب ومجلس النواب ما يقدر يشرع أي قانون ما يقدر يشرع أي قانون بعد قرار المحكمة الاتحادية المسيس كما ترى بعض الجهات شريد من مجلس النواب هو غير محترم لا يقدر يستضيف ولا يقدر يستجوب كم مرة طلب استضافة السيد المالك والسيد المالك ما يحضر أولا الاستضافة حضر السيد المالك لمرات عديدة ويعلم الأستاذ المستاري كم مرة حضر دولة رئيس وزراء وأوضح للشعب العراقي والأعضاء من السنواب الكثير من القضايا لكن عندما يتحول المجلس النواب إلى منبر للمهاترات والتسقيط والتسييس وعمل يصير ممهني ويترصد رؤساء كتل يجلسون اليمين أو اليسار يترصدون بدولة رئيس وزراء والإسقاطة وإسقاط القيادات الأمنية والقيادات السياسية الأخرى من الضرور يصبح هذا المجلس النواب غير مؤهل للاستجواب إنما يصير مؤهل في حال يكون مهني موضوع يدير العملية الاستجوابية بمهنية لماذا نقول هذا شعور عدكم لا مو شعور عدكم شعور أنه مجلس النواب موجود بهذه الطريقة مؤسسة صراع مؤسسة أحباط الحكومة هذا دخل تعال نعيد شريط الفيديو للجلسات وشوف الأستاذ فلان والأخ الفلان والرئيس الكتلة الفلانية كيف صرح وماذا تكلم وكيف سقط وكيف اتهم القوات الأمنية باختصاب الحرائر واختصاب الكذا وهذا كله أكاذيب باطلة أثارت موجه من القلق والواقع النزاعات داخل الحكومة داخل الشعب العراق ما يقدر يشرع قرار من المحكمة الاتحادية قرار قضائي يجب أن يحترم من قبل الجميع ما يقدر يستضيف ولا يقدر يستجوب مجلس النواب تحول إلى مؤسسة صراع أستاذ علي هناك حرب على مجلس النواب وإفشال مجلس النواب لكي تبقى الحكومة تعمل وحدها بدكتاتورية وانفرادية في إدارة هذا البلد هذا واضح جدا وصار هناك تعاون بين الحكومة وبين المحكمة الاتحادية وأنت تعلم بأنه تم نزع الصفة التشريعين مجلس النواب بحيث مجلس النواب لا يستطيع أن يشرع قانون إلا بمشروع يأتي من الحكومة إذن الحكومة صارت هي من تشرع القوانين فهذا الحق هذا قرار من المحكمة الاتحادية هذا قرار مسيس هذا قرار مسيس من المحكمة الاتحادية وأنت تعلم أن هناك ضغوطات سياسية من قبل الحكومة على المحكمة الاتحادية وصدرت هذا القرار وسلبت لا صحة أمل على الطاقة وسلبت مجلس النواب من حقه في تشريع القوانين هذا أولا ثم سلبت حق مجلس النواب من الرقابة كيف؟ لا نستطيع اليوم أن نستضيف وزير ولا نستطيع أن نستضيف رئيس وزراء ولا نستطيع أن نستضيف أي مسؤول بالدولة العراقية وأضرب لك مثل هناك استجواب للسيد وزير التعليم العالي لم نستطيع أن نستجوبه ولم يحضر إلى البرنامج هناك استجواب إلى سيد وزير الكهرباء لم نستطيع أن نستجوبه هناك استجواب إلى السيد وزير الشباب لم نستطيع أن نستجوبه بل هناك استجواب إلى قادة أمين إلى قادة أمين لم نستطيع أن نأتيب بعض الاستجوابات حسب المحكمة الاتحادية غير قانونية هذا الكلام غير صاحب وأنا قلت لك البداية أن المحكمة الاتحادية اليوم أصبحت مسيسة وهناك ضغوطات سياسية عليها أن توجه بطريقة واحدة هذا التهم الجاهزة أنا أقول لك اليوم مجلس النواب قد تم سلب منه الحق التشريعي والحق الرقابي لذلك لا فائد المتحدون عندما انسحبت من مجلس النواب وعلقت جلساتها لأننا نحن كنواب ممثلين لشعب شعبنا يضرب ولا نستطيع أن نفعل شيء لذلك قلنا ننسحب وهذا موقف أمام العالم كله بأننا بما أنه لا نستطيع أن نفعل شيء في البرلمان لأهلنا إذن ننسحب الأجدار الانسحاب من الحكومة ليش ننسحب من مجلس النواب ومشكلتي ويا رئيس الحكومة كمتحدون ليس لنا تمثيل في الحكومة أخي العزيز متحدون ليس لها تمثيل في الحكومة أنا أعتقد وزير الصلاة من الحل أنا أتكلم عن المتحدون ليس لنا تمثيل في هذه الحكومة وانسحبنا وعلقنا جلساتنا احتجاجا على ما يجري في الأنبار وكل الحيف من يقول بأن المسلحين في الأنبار هم داعش فقط نعم داعش موجودين وأؤتي بهم بطريقة غامضة جدا ولكن هناك عشائر الآن تدافع نفسها من القصف الذي يجري من ضرب المدن ومحاولة اقتحام المدن هذا الأمر يجب إذا كانت هناك حكومة ناجحة فيجب أن تناقش أو تفاوض هؤلاء الشيوخ هذه العشائر أنا أقول لك عشائر القرمة الآن تقاتل لو ما تقاتل عشائر الستشر عشائر النعيمية كل عشائر الآن أكو قتال مع العشائر هذا القتال كل العراقيين اللي جايموت منها عراقي واللي جايموت منها عراقي أنت اليوم كحكومة يجب أن توقف نزيف هذا الدم تعالي يا عشائر خلنا تفاوض رافع المشحن رئيس قبيلة تجميلة هذا هماتنا داعش هذا رئيس قبيلة علي الحاتم رئيس قبيلة تبليم كلها هذا هم داعش عدنان المهنة رئيس قبيلة البعلوان هذا هم داعش وخمسة وثلاثين أربعين شيخ أشيرة معتبر في الجسمة اليوم هذه الأشيوخ ليش ما تجي بيهم وتفاوضهم وتصل إلى حل معهم وتوقف القصف توقف العملات العسكرية تفاوض معهم صدقني صدقني ورئيس السلطة التشريعية التقوا يا سيد المالكي باجتماع صغير وفهم هاي الصورة وقنعا أنه يروح حول هاي الأطراف يقنع من سيد المالكي رئيس أخي سيد المالكي لا يسمعه من أحد أخي سيد المالكي لا يسمعه من أحد أما دل لا يسمعه من أحد الشون يسنده و هي عزلته ما لأي دور ما لأي دور حسب رئيس مجلس النواب السيد المالكي حسب المتحدون حسب بعض الكتل مجلس النواب عزل نفسه بذاته نتيجة عدم مهنية بعض الكتل السياسية وبعض القادة السياسيين والانتقائية لا تدخل سدعم لا لا تقاطع طيما جاء أرجوك بالنتيجة انتقائية رئيس مجلس النواب و مشاحنات و إثارات فوضوية بعض القيادات السياسية حولت مجلس النواب إلى مجلس النواب غير مهني يعني ضيعت عليه فرصة المهنية في دعم الحكوم أو الرقابة على الحكوم و حتى الاستجوابات اللي شر لها السيد المسالي استجوابات غير صحيحة باعتبار أنها مقدماتها باطلة أو هي اتهامات وبالنتجة المحكم الاتحادية خلينا الداخل وياك بعض الاستجوابات غير قانونية حسب المحكم الاتحادية ماذا عن الاستضافات ليش السيد المالكي ما يحضر من يريد مجلس النواب يستضيفه و أيضا الحديث عن أنه يمنع بعض القادر أو بعض الوزراء السيد المالكي يرغب بشدة أن يستضاف في مجلس النواب إلى زين و للشعب زين لأنه يدي وضح للشعب ولكن بشرطها و شروطها و من الشرطها و شروطي أن أعضاء مجلس النواب لا يحاولون أن يثيرون ما معناه إثارات وتشويش على رئيس المجلس الوزراء و انثار هذا الشيء السيد المالكي من حضر حتى ناقش اسمح لي دكتور السيد المالكي من حضر و تهين الجلسة و مدخل رئيس المجلس انطرح هذا الشيء سابقا أنتوا حتى خايفين من عنده انطرح هذا الشيء ويا ويا وزير ويا عند الضرورات عند القضايا المهمة يحضر رئيس الوزراء أما تريد ناقشة في قضايا الأنبار مثلا و الرجل عنده الآن تصور كامل عن القاعدة و دور القاعدة و السياسي يدعم القاعدة و من يسمى بشيخ عشائر كذبا و هم مش شوخ عشائر حقيقيين شيخ العشير الحقيقي اللي حامي عن الأنبار و يدافع عنها أمام أعداء العراق مو يقاتل جيش العراقي أبناء العراقين و من جاءوا لينقاذه لا هي قضية آسياتنا بقضية طويلة قضية طويلة لا مذكر واردة أسماء ذكر بعض الأسماء شيوخ الأنبار ذكر بعض الأسماء وهؤلاء كانوا يقفون بعضهم يقف على منصات الاعتصام و يقول نقطع الرؤوس و نذهب لتحرير بغداد و إسقاط بغداد هذون من ينذل صاروا يدافعون عن عراق و وحدة العراق العراق يدافعون عننا الشيوخ العشائر الأصلاة اللي يقفون إلى جانب الشعب العراقي تحقيق وحدة وطنية و يهمهم وطنهم و شعبهم و اليوم بقفوا مع الحكومة آسف جدا نروح الفاصل قصير مشاهدين الفاصل قصير بقوا معنا ملفات مختومة بالشمع الأحضر نفتحها و نكشف أسرارا عزيزي المشاهد يمكنك متابعة برامجنا على موقعنا الألكترونية الرشيدميديا دوت كوم الذي يؤثر تغطية مفصلة عن الأحداث المحلية و العربية و الدولية إضافة إلى الأخبار الرياضية و الفنية و العلمية و إذا فتتك عزيزي المشاهد مشاهدة برامجنا أثناء البث الحي فيمكنك متابعتها على موقعنا الألكترونية حيث تتوفر مختلف البرامج السياسية و الاقتصادية و الرياضية و الترفيهية كما يمكنك عزيزي المشاهد متابعة البث المباشر من الأخبار والبرامج واللقاءات المختلفة الذي يبطها راديو الرشيد وللمزيد من المعلومات زروا موقعنا الرشيد ميديا دوت كوم مرحبا بكم مجددا المشاهدين و الجزء الثاني من حلقة اليوم سيادة النائب نخطأ إذا نقول الحكومة أرادت أضعاف مجلس النواب بكل الطرق و بكل الوسائل و آخر هاي الطرق يمكن أرسال الموازنة ورطة الموازنة موازنة بيها مشاكل حلها بيت حكومة بغداد و بيت حكومة أربيل و طالب مجلس النواب يحل الموازنة و يقر الموازنة و أقاطع جلسات مجلس النواب بالنسبة لدولة القانون بعد ما شنت تتقدون مقاطعة متحدون لجلسات المجلس سويت مثلهم أما الحكومة التي تعطل أو تضعف عمل المجلس فهذا أمر غير حقيق على أطلاق الحكومة تعمل بشكل مهني الحكومة مؤسسة الخلأ أقول بصريحة العبارة تفوقت مهنيا على مجلس النواب كثير ألم ترسل الموازنة متأخرة؟ سأتحدث عن ذلك و فيها مشاكل كثيرة؟ سأتحدث مهنيا تفوقت من حيث إدارة جلساتها انقطاع ماكو حضور متواصل ولا جلسة تعطلت قراراتها تصدر بشكل مستمر و فيها الكثير من خدمات للشعب العراقي وترسل القوانين بشكل متواصل إلى اللجان و إلى مجلس النواب الموازنة تدري بها مشكلة إخواننا الكرد و قضية النفط و الاستيراد و الحكومة هل تتخلى الحكومة على المسؤولية التاريخية و تسلم لتصدير النفط بدون علمها و يتصادر النفط و حق الشعب العراقي و حق الأنبار و حق البصرة و العمارة تسلم هل هاي المشكلة يا سياتناء أبيد مجلس النواب لو أبيد حكومة و غير حكومة أبيل بدلت الحكومة جهود طويلة و وصلت إلى وضع حرج و الأخوة الكرد مصرين السيد رئيس جلال دعا رؤساء الكتل مرتين و ليس مرة واحدة دعا رؤساء الكتل السياسية و الأسئة بالخوة قاطعة و الجلسة كان مفضل أن يحضروا و طلب منعدهم أن يعطوه الحل ما هو الحل قالهم الكرد هكذا إصرار مصرين و أنا ما عندي إلا أن أطيكم الموازنة و لهذا أرسل الموازنة الرؤساء الكتل الموقف الكرد هو نفسي يا سياسي رؤساء ما تغير ليش تحملون النجيف مسؤولية عدم أقرار الموازنة رؤساء الكتل رؤساء الكتل هم من أعطى السيد المالك الضوء الأخضر أن يرسله و قالوا إحنا نمارس الحل داخل المجلس النواب الآن لو كان الأستاذ النجيف يريد أن يعمل مهنيا يضع الموازنة على جدول الأعمال قراءة أولى و ثم نتناقش إحنا و أخواننا الكرد في القراءة الثانية يخلوا نقع شهر شهرين نتحاور و نحل مشاكل و الحكومة يبحث عن توافق يوميا كنا نحضر و لازمنا نحضر و لم نقاضع الجلسات يبحث الرجل عن توافق حال حال بقية القوانين الأخرى التي يقرت بالتوافق خلاف النظام الداخلي التوافق أثناء القراءات يعني موافقين على قراءة أولى و قراءة ثانية و قرار و قرار باتفاق كل الكتل بعيدا عن دولة القانون و بعيدا عن شروط بغداد شو عفوا موافقين على أقرار الموازنة بشروط أربيد باتفاق المتحدون التحارف الكردستاني إحنا ناس ديمقراطيين خلي الموازنة على جدول الأعمال واضح إحنا نبدو الجهد و غيرنا نبدو الجهد إحنا ما قاطعنا للعلم إنما مقاطعتنا اليوم جاءت للضغط على مجلس النواب حتى ريد قوة الشعب يقر من خلال موازنة وأكبر تحدي لرئيس مجلس النواب و المتحدون أن ما يحضرون من نقدر نقول نفس خطأ متحدون من نقدر نقول نفس خطأ أبدا أيضا هما للضغط إحنا هما يضغطون لقضية أخرى بعيدة عن الموازنة إحنا نريد أن نقول له و تريد الموازنة و عدم وضع الموازنة رحم دكتور هل الأجندة الخاصة لرئيس مجلس النواب السيد أسام النجيفي أصبحت أهم من مصالح الشعب هل السيد رئيس مجلس النواب اليوم هم الأول والأخير مغازلة تقليم كردستان أرضاء الكرد أولا الموازنة كان المفروض دستوريا أن ترسل منذ شهر الثامن في السنة الماضية و اليوم احنا بشهر الواحد يالا اندزت الموازنة إلى مجلس النواب و اندزت و فيها لغم كبير جدا موازنة فيها تقريبا عجز 40 مليار دولار كيف تريد من السيد النجيفي أن يضع هكذا موازنة في جدول الأعمال و فيها لغم كبير لا يمكن أن يتفق عليه أعطى مجال للكتل السياسية للحكومة الاتحادية مع حكومة الأقليم أن تتفاهم فيما بينها لكي نصل إلى حل ممكن أن تكون موازنة مقبولة الفشل أخي فشل حكومي و ليس مجلس النواب كيف تريدنا أن نمر الموازنة بهكذا نسبة عجز و نقول ديمقراطية نصوت على هكذا موازنة ثم تكلمنا قضية مو قضية عجز القضية خلاف نفطي بين بغداد و أربيل لا ما هذا خلاف النفطي سواء أن عجز 40 مليار الحكومة ما قدرت تحس مجلس الوزراء عرضوها لتصويت للقراءة الأولى و أنا سؤالي سؤال أخوتي سيد أنا ما قطعتك سؤال سؤال ابن علي هل من حق رئيس المجلس النواب بالنظام الداخلي أن يمنع وضعها على جدول العمال القراءة الأولى وضع الجدول العمال من صلاحية رئيس مجلس النواب لماذا لا يضعها بس اسمح لي ولكن رئيس مجلس النواب الآن يترك مجال للكتل السياسية أن تتفق على ذلك لا نستطيع لا نستطيع وضع مشاريع القوانين فقط من حق رئيس مجلس النواب ورئاسة المجلس إذا إجاء كم نائب ووقع طلب قدمنا لطرح نشروع مجلس من أجل أن يكون هناك موازنة مقبولة من كل أطراف فنستطيع أن مديرها يجب أن يكون هناك توافق بين الحكومة البركاتية وحكومة تقليم كوردستان لحظة سيادة النائب ليش هذا الإصرار على التوافق طيب ممرت قوانين بدون توافق موازنة 2013 أخي موازنة هذه قانون هذه موازنة فيها معيشة الشعب العراقي بكل مكوناتها لا تستطيع أن تمرر هذا قانون حساس ممثل قوانين أخرى أقرأها قراء أولا هذا قانون ليس ليس ككل القوانين هذه بها معيشة كل الشعب العراقي إذا لم يكن هناك توافق هذا أنا أعتقد تخير الموازنة القانون الداخلي ديستور شي يقول أطرحها أطرحها للقراءة الأولى ثم أسمعها الاعتراضات وبعد ذلك أتناقش لا يمكن أن تعرض للقراءة الرجل اليوم أعطى مجال للتوافق فقط وكانت هناك زيارات بين حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية وصارت لقاءات الآن فقط أعطى مجال لكي نصل إلى توافق بين حكومة بغداد وحكومة تحبيل في حال لم يحضر التوافق عند ذلك سيكون هناك حل يجب أن يكون هناك حل أنتم وينكم متحدون من حضور جلسات مجلس النواب قاصة بالموازنة البرلمان أنا قل لك البرلمان لا يستطيع أن يمرر الموازنة بهكذا موازنة الموازنة فيها لغم كبير فيها عجز كبير أخي لا يستطيع أن يمررها لش هو الفشل فقط في موضوع الموازنة ما تكلمنا كان موضوع كثير من هذه المواضيع التي تتكلم عنها أخي الفشل الكبير في الملف الأمني أرجع إلى هذا ملف مهم جدا وحساس أنا أريد أن أسأل اليوم أين دور الحكومة في عمل الميليشيات التي تعبث بأمن أدياله 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 الآن تهجر وتقتل وقرى كاملة تحرق من قبل الميليشيات أين دور الحكومة ما هو دور الحكومة في حماية أهالي دياله من الميليشيات وحتى هذا حزام بغداد أنت تعلم أنه قبل يومين ميليشيا في منطقة الطارمية قامت باختطاف أربعين موظف من موظفي منشأة نصر في الطارمية وتم اعتقادهم وطبعا في سيارات حكومية كما ورد من أهالي المنطقة سيارات حكومية بسلفادور عسكرية من موظفي الطارمية وتطلع بهم إلى مكان وثاني يوم يجدون عشرة من هؤلاء الذين تم اختطافهم جثث مرمية خلينا قاطعك خلينا قاطعك خلينا قاطعك خلينا قاطعك الحادثة وأنا مسؤول عن هذه الحادثة وتم عثور على الجثث من قبل مركز شرطة الرافدين في منطقة الشوادر كيف وصلت الجثث إلى ذلك المكان أين الأجهزة الأمنية وين دور الحكومة في حماية موظفي دولة خلينا قاطعك أنت وينكم كمتحدون تمثلون هذه المناطق تتمثلون هذه المحافظات لماذا أرجع المجلس النواب أساهم بحل مشكلة الموازنة وقرار الموازنة جيد 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 لماذا أرجع المجلس النواب أناقش الملف الأمني وأزمة الأنبار خلينا جوبك صارت حوادث أشد من هذه سابقا وحاولنا أن نستجوب أو نستضيف قادة أمنيين لكي نسائلهم عن هذه الخروقات الأمنية الكبيرة لم يأتوا حتى قالوا بأننا لا نستطيع أن نأتي إلا بأمر من سيد رئيس الوزراء باعتبار القائد العام القوات المسلحة والسيد رئيس الوزراء لم يسمح لهم بالمجيء إلى البرلمان للمسائلة قلنا نستضيف القائد العام القوات المسلحة لمسائلته عن خروقات أمنية كبيرة جدا في بغداد وفي ديالة وفي مناطق أخرى لم يحذر ولا يريد أن يحذر يعني بين قوسيا حضور متحدون أو غياب متحدون حضور كل الكتل أو غياب كل الكتل نفس الشيء مجلس النواب ما لأي دور بالضبط هذا ما وصلتنا إليه الحكومة الحكومة لا تستجيب بشيء إلى مجلس النواب استضافة لا توجد استجواب لا يوجد بل حتى قوانين قرت من قبل مجلس النواب تم ردها من قبل المحكمة الاتحادية بضغط من الحكومة كثير من القوانين يعني أين قانون المحافظات تعرف أنه علي رد بالمحكمة الاتحادية قانون النزاهة قانون ديوان الرقابة المالية قوانين كثيرة تم تصويت عليه في مجلس النواب ردت من قبل المحكمة الاتحادية بضغط من الحكومة لأنه هذه القوانين لا تصب في مصلحة الحكومة ليش تنزعجون يا سياد النائب من تجي بعض الأطراف وتقول الحكومة فاشلة حكومة مناجحة الحكومة الحالية حكومة أزمات تصنع الأزمات حتى لا تحاسب على فشلها في الملفين الأمن أولاً والخدمات ثانية ننزعج لأنه هذا الأسلوب وهذا المنهج مو حقيقي هذا باطل مو مس حقيقي هذا أسلوب باطل منهج باطل والاتهامات باطلة والله شنو حدث عن ميليشيات حدث عن قتل حجام بغداد سيد علي هذا الكلام أنا قلته سيد مقتد الصدر طلع في بيان وتكلم رجل ترك السياسة أكثر من هذا الكلام تكلم هذا معنا مو أني لأنه متحدون يجوز خصم سياسي للسيد المالكي هذا شريك السيد المالكي هذا شريك ومن نفس مكون السيد المالكي وكان منصفاً وذكر كل هذه القروحات وذكر كل هذه المصائب الموجودة في العراق فضل أولاً دعاً قوات جاءت تحمل كذا أسلحة مع الدولة قبل أيام شفنا فيديو لداعش وهي ترتدي ملابس سوات وذهبت للأنبار وإلى مناطق واعتدت وقدرت ودمرت وذور الإرهابي قاعدة 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 وإرهابيين اليوم أخي وين دور الحكومة خنقول داعش وين دور الحكومة في حماية الناس من داعش الحكومة تسعى وتبذل الأقصى جهد ممكن لكن تحدي لمن تحدي خطير أنتوا تتعاونون لو كانت سخرون لو كانت سخرون لو كانت سخرون عشائركم وناسكم وكل معدكم من قوى سياسية وتتحولون لها متضامن مع الحكم والله ما تبقى داعش ساعة واحدة بالعراق ولكن هذا الدعم الكبير السياسي اللي يقدموا بعض السياسيين من خلال التشويش على العمليات الأمنية واتهام قواتنا المسلحة أنها تعتدي وتقتل وكذا هذا هو اللي يوفر دعم لأولى اللي رابعين تشعر أو ما تشعر والله ما حد حارب داعش وحارب القاعدة في مناطقنا إلا عشائر والله أنا وأيضا للعشائر وما حد اليوم وما حد يوم ساند داعش ومقوّ داعش في مناطقنا إلا سياسة الحكومة سياسة خاطئة فهي اللي قوّة داعش في مناطقنا إلا الحكومة الحالية سياسة النائب حكومة أزمات كما يقول البعض تصنع الأزمات حتى تغطي على فشلها في الملفين الأمني والخدمي ربما تسعى لكن لم تنجح حسب رؤية البعض هذا كل الاتهام جاهز ومقالب وصايغي جماعة عظم قول بي بقالب معين ويومي زخوض من الإعلام فلان وفلان زين حتى 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 يكون موضوعي موضوعي حتى الملف الأمني افتهمنا حسب رؤيتكم الحكومة ما نجحت بملف الأمني باقي الملفات ما نجحت بها الحكومة ملف الخدمات أكو تحسن بالكهرباء أكو تحسن بالمجمعات السكنية ومن المجمعات السكنية أخي بشت الكهرباء تتحسن باشر يجينا الصف وتشوف الكهرباء شنو التحسن اللي صار شنو التحسن بشهادة وزير كهرباء بشهادة وزير كهرباء شنو التحسن اللي صار شنو التحسن شنو الخدمات اللي يتقدم المواطنين يشتكون في كل محافظات العراق من الجنوب إلى الشمال يعني الحكومة ما لها أي حسنة ما لها أي شيء إيجابي أخي أخي هذه الحكومة أداءها ضعيف جدا بل أداءها سيء جدا لأنها لم تستطع تنجح في شيء أخي العزيز هذه الحكومة نجحت في شيء واحد نجحت في خلق الأزمات في هذا البلد إذا أتفقوا يا دكتور أحمد لا شوف عزيزي بسأل بسألهم بالاخر أنا لا أستطيع أن أتفاهم مع الأستاذ أحمد حينما يطرح الأمور الموضوعية ومهنية والناقش هذا ضعب أما سيء جدا ضعيف جدا فاشل جدا والله أنهم بالمقابل المجلس النواب ضعيف جدا وسيء جدا ورئيس مجلس النواب فاشل جدا إذا هذا المنهج هذا المنهج أقدر أنا مجلس النواب سيء جدا خلوني أتمنى صدقني علي بسأل سيد علي والله الأظهر أتمنى أن تكون هذه الحكومة ناجحة خليني أسألنا أن تكون هذه الحكومة ناجحة ونساندها وندعمها أخذ قرارات أعطي أخذ الحكومة للجاهزي أرجوكم أرجوكم أحطيك بسطين عطوة باختصار أخذ قرارات مجلس يرا كل ثلاثة راقبها بدقة عشر قرارات 12-14 قرار كلها خدمات للشعب العراقي كلها خدمات في المحافظات وفي داخل وفي المركز وفي كل المجالات الاقتصادية والأمنية وفي كل المجالات أستشوف أكو نجاح وهذه التقطيع على النجاح وهنا الدكتور يشوف أكو فشل المواطن هو المواطن هو الحكوم لو أكو شراكة حكومة بس اسمحوا لي أرجوكم عن الحكومة اللي يضم جميع الكتل بس لأن السيد المالكي رئيس اتلاف دولة القانون اللي تنتمي إلى حضرتك وكان نسمع السيد أحمد المساري دافع عن مجلس النواب ليضم كل الكتل بس لأن السيد سامن نجاي في رئيس اتلاف المتحدون اللي ينتمي إلى الدكتور ليش تنصلته عن الشراكة من خلال التنصل عن اتفاقية أربيل مثل ما يشوفون المتحدون بس اسمحوا لي أرجوك ومثل ما يشوف الكرد ومثل ما يشوف التيار الصدري وأطراف أخرى نحن ملتزمون والتزمنا ولم نفرط باتفاقية أربيل بما هو دستوري منها شراكة موجودة الشراكة حصلت وجاءت الحكومة وتشكلت من كل الكتل وهم اللي يقول ما عندنا ممثل تسع وزراء من العراقية هم عراقية مقايمة عراقية تنصروا يعني أليس هم من القائمة العراقية متحدون صلب القائمة العراقية متحدون الآن يقول ليس لنا من يمثلنا يعني تسع وزراء ذلك ممنعتكم إذن قل للشعب العراقية لا لا عندهم وزير الصناعة حتى الآن عندهم وزير الصناعة حركة الحكومة جزء من المتحدون عندهم تسع وزراء من الأخائمة العراقية ليش نصل عن هذه المهمة ما أعرفني ليش وذلك لا يشاركون في صناعة القرار يشاركون في صناعة القرار والحكومة متزنة في خاراتها بهمية ومتزنة وتصنع القرار والسيد الرئيس الوزراء مهني رائع في مهنيته ويدير الجلسات بتوزيع الأدوار والتصويت وعملية تصويت الديمقراطي الصرف ولا يتخذ قرار لوحده أبدا سواء في الملف الأمني أو في الملفات الأخرى اقتصادي حتى الملف الأمني أحيانا يأخذ دعم من الوزراء في قراراته وخصوص في مسائل التسليح والله نتمنى يا سيد ذلك والله نتمنى والله بس أنا أريد اللي عبي بالسكالة رقي أنا أريد اللي يشوي نتائج هو القاعد العام قوات المسلحة وبإمكانها وبإمكانها لا يرجع لها مش الوزراء كلام مقنع لأحد كبير دكتور أي شراكة اللي تتحدثون عن غيابها والتوحاضرين بالوزارة بقوة بالحكومة بقوة حسن العراقية كل واحد يمثل نفسه أنتو جبته أنتو خلته وين الشراكة أمطيني شراكة بالملف الأمني ما ياخي الهموان أهم لف أين الشراكة في صناعة القرار السياسي أين الشراكة في صناعة القرار الاقتصادي اليوم الشراكة في كيفية عندنا والله وزير يمشي المايكرو م James للوزارة هو هذا الشراكة الشراكة في صنع القرار كيف يصنع القرار في مجلس الوزراء هذه المشكلة يصنع برور honey يصنع به طرار شخص واحد هذا خلتيavas understands هذا هو خليني أتفق خليني أتفق يا ق table سؤال هنا مهاجم هذا الرأي ليس رأي متحدون فقط هذا رأي تيار الصدري هذا رأي الأخوة الكرد سياة النائب دكتور خليني أتفقوا رأي اتلاف متحدون السيد المالكي منفرد بالقرار السيد المالكي يتجه نحو الدكتاتوري طبعا هذا خلط دكتاتور كل واحد يسول فكيف عالسيد المالكي وما احد يقول له على عينك حاجة على العموم السيد المالكي منفرد بالقرار وسيد المالكي يتجه نحو الدكتاتورية. مو حقه. هو ديشوف الشركاء همهم الأول والأخير إفشاله وإفشال عمله وإفشال حكومته مو حقه. وهو ديشوف الشركاء يوم بالسعودية ويوم بقطر ويوم بتركيا والحديث عن علاقات. سكنهم بالأردن. بس اسمح لي أرجوك. سكنهم بالأردن. هاي هاي نقطة أخرى. والحديث عن تنسيق لإفشال العملية السياسية من خلال إفشال حكومته. تفضل. هذا الحديث غير صحيح. لأنه صدقني منذ البدء كانت العراقية حريصة على إنجاح هذه الحكومة إذا كانت حكومة شراكة وطنية. وكان أداها صحيح. لكن التهميش منذ البدء عندما لم تعطى العراقية حقها في الملف الأمني وهو منصب وزير الدفاع الذي هو ملف حساس جدا للشعب العراقي ولجماهير العراقية. هذا الموضوع منذ البدء لم تكن هناك شراكة حقيقية. وحاولنا مع السيد المالكي أن نبني دولة مؤسسات حقيقية لكننا لم ننجح. ولحد الآن لو كان السيد المالكي. حساس صار لنا أربع سنين نتحدث عن الشراكة. شيني الشراكة الرايديها؟ الملف الأمني هو قاد عام القوات المسلحة حسب الدستور. مو هي شلو عني غلطات. وعدكم وزراء بالحكومة أين أين. من هو وزير الدفاع؟ من هو وزير الدفاع؟ من هو وزير الداخلية؟ أخي هذا ليس مرشح العراقية. من المفروض كان وزير الدفاع من حصة العراقية؟ لم تطرحوا 16 اسم طرحنا. ولو نطرح 160 اسم لن يقبل. ما دام يطرح من العراقية لن يقبل. طرحتهم ورشحين من يقبلهم رئيس العراقية. هناك قرار بأن لا يقبل وزير الدفاع من العراقية وأن لا تعطى العراقية شراكة في موضوع الملف الأمني. ليش رفظت لخالد العبيدي ليه ترشحتوه؟ وبعد يم يقبل رئيس وزارة نفظتوه؟ السيد خالد العبيدي هو الذي سحب ترشيه عن دماء أبدا. أنا متأكد على الموضوع. أنا مسؤول عنه. السيد خالد العبيدي هو الذي سحب ترشيه. أين وزير الداخلية؟ لماذا لا ينصب وزير الداخلية؟ من هو وزير الداخلية؟ إلا صفقة. من هو وزير الداخلية؟ وزير الداخلية موجود. لماذا هذه المناصب الثلاثة بيد السيد المالكي؟ ولو كان صدقني والله العظيم أقوله. لو كان السيد المالكي ناجحا في إدارتها لنسانده وندعمه وندفع في كل شيء. لكنه لم ينجح في ذلك. أخي اليوم اليد الوحدة ما تصفق. السيد المالك يريد يلزم كل هذه الأمور بيد وحده. هذا مستحيل إذا ما يترك شراكة حقيقية وتساعد الكل. يعني تريد تفهمني اليوم الهدف مو بناء دولة بناء سلطة؟ هذا أكيد. وهذا اللي صار و هذا وصلنا إذا الهدف بناء سلطة إشقرحة تستمر هاي السلطة و الجميع تحوله بصوله. هذا كلام العراقية ومتحدون. وهذا كلام كتلة الأحراب. وهذا كلام الأخو الكرد. وهذا كلام المجلس الأعلى. إحنا حزب الدعوة اللي ينتمي إلى السيد المالكي. وإحنا اللي رأسي الوزراء. بنى نفسه على أساس آلاف الشهداء قدمهم ضد الدكتاتورية الطغيان. واللي كي يحرر الشعب. وحرر بحمد الله بعد جهود وانتفاضات عراقية كبيرة جدا. رغم أن السقوط تم على يد أجنبي. ولكن ضربات العراقيين ودور حزب الدعوة الإسلامية. هي التي أسقطت نظام صدام. المالكي صنيعت هذا الأدب. هذه الأدبيات. المهم التاريخ المهم التاريخ هو المهم الحظة. أتحدث. إذا كان البناء الاستراتيجي لسيد المالك على أساس إذا كان تاريخ مهم في الأهم دكتور أرجوك. دمر التاريخ حزب الدعوة. يا عزيزي أرجوك. يا عزيزي أرجوك. خير من يمثل حزب الدعوة في الحزب. لدى الحقيقة. عزيزي دكتور أرجوك. نحن لسنا لدينا شيء غير دكتور. لا لا. مو طريقة حواس. مو طريقة حواس. صدقوني دكتور أرجوك. لكن اليوم سياسة خطئة. واضح. اسمح لي أرجوك. تفضل سياسة النائلة. أولا سيد المالكي قلت صنيعة استراتيجية تريد خدمة الشعب ورعاية الشعب. ومنذ اليوم الأول بنى هذه الروح الوطنية العالية. حدثني عن الحاضر. الأهم هو الحاضر. أقول بنى على أن يكون وطنيا ومارس الوطنية بروح عالية. وهو اللي باشر للبصرة قبل أن يروح أي مكان. ورح للنجف وحارب الإرهاب اللي يرادل استهدفون قبر أمير المؤمنين في النجف الأشرف. ورح للبصرة. قبل أن يذهب إلى المناطق الأخرى إثباتا أنه وطني وذهب إلى الموصل فيما بعد. وذهب إلى الأنبار فيما بعد. وهكذا قام لقاءاته كمجلس وزراء في كل محافظات العراق على حد سواء. وتعامل مع كل عراقيين بروح أبوية. وما ميز بين عراق وعراق. والله آلاف الإخبارات من عشائر كريمة تأتينا من الموصل ومن الأنبار ومن الرمادي. بس اسمح لي. أنت قلنا المالكي هو رجل المرحلة. الانتخابات تثبت هذا الشيء. صح لولا؟ الحديث عن بناء سلطة يا سياطي نائب. الحديث عن بناء سلطة وليس بناء دولة. لا نبني سلطة. نحن نبني دولة. ونسعى بناء مؤسسات. هم من يخرب. أخي أنتم تخرموه. أخي. والله إيدي. 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 على شدفك. أخي. والله. إذا تبني دولة أنا معك. لكن وين الدولة؟. أخي. أنتم لا تريدون للدولة أن تبنى. أنتم تريدون الحكومة تخرب. والمعادلة تخرب لكي العراق يرجع المربع الأول. يعني هم ضد العملية السياسية الحالية؟ سياسة ما كذا. تعليق الفشل. هذه سياسة يا أخي. سياستهم أن لا يكون العراق قوية. لأن السعودية ما تريد العراق قوي. قطر ما تريد العراق قوي. ودول أخرى في المنطقة لا تريد العراق أن يكون قوي. وللأسف الأخوة الشاء أم أبو بسياساتهم يدعمون هذه التوجهات في العراق. لا يريدون حكومة مركزية قوية. يريدون حكومة ضعيفة. ولا يريدون زين. زين. ليش منقول سياسة النائب السيد المالكي. ها ستتحدث حضرتك عن أنه الحكومة ناجحة إلى حد كبير غيرك يجي يقول الحكومة فاشلة. ليش منقول السيد المالكي. وافق من البداية على عدم نجاح حكومته من خلال قبوله بوزراء فرضة وعالية. بعضهم غير جيد. وبعضهم غير كفو. باعترافه هو شخصية. وبالنتيجة يجب أن عجلة الدولة وبناء الدولة يجب أن تنظر إلى الأمام. ولو بهؤلاء اللي قد يكون دون مستوى الطموح. هو أراد أن ينظر به. خلال أيضاً كان أقبل وزير دفاع دون مستوى الطموح. بالنتيجة. أو حسب نزاج العراقي. بالنتيجة هذا هو المتاح والممكن. ويجب عليهم أن يعمل بالممكن. هو البطولة والشجاعة. أن يعمل الإنسان بما لديه من إمكانات. لا بالطروحات النظرية والتوقعات فوق الغير المستطاع. هؤلاء الأشخاص اللي نقلل من قيمتهم. ساندوا المالكي ووقفوا إلى جانبه في كل ولم يقللوا عنه. لا 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 يقلل من قيمتهم. الحديث عن أن بعضهم بعض الوزراء غير جيد. كان غير جيد. كتل مالك تتحمل مسؤوليتهم. لماذا كتلهم تبدلهم وتأتي بأشخاص أخوى منهم. تعمل تضامني في مجلس الوزراء. تضامني مئة بالمئة. أنجح مؤسسة. عزيزي مطيته حتى فرصة يختار الوزراء. بس اسمح لي. مطيته حتى فرصة يختار الوزراء. إذا كان رئيس الوزراء لا يقبل للوزير أن يأتي للاستجواب في البرلمان. ماذا يستطيع أن يفعل البرلمان. رئيس الوزراء لا يقبل أن يأتي أي وزير للمسائلة. أطرح استجواب مهني. أنا وصلت النهاية الحلقة. إذا كيفك؟ هذا مهني وهذا ممهني. تكون هناك انتقائية. سيدنا. هذا انتقائية. أنه هذا مهني وهذا ممهني. ما يصير. أخي اليوم. اليوم البرلمان ممثل لكل الشعب العراقي. لكل طوائفه ولكل مكوناته. إذن يجب أن يساءل أي مسؤول. سواء كان في هذه الكتلة أو تلك الكتلة. ممثل لكل العراقي المفروض. عندي عينة مجموعة من آراء المشاهدين ومشاركاتهم على الفيسبوك. هنانا الشاعر مصطفى الحمزة يقول فشل البرلمان أو فقد الحياة من اليوم الذي سحبت فيه صلاحياته بعدم تشريع وبقى تحت رحمة الحكومة. تحدثنا عن هذا الموضوع. علي أيضا يقول أربع سنوات والحكومة تصنع الأزمات حتى لا يقال عنها فاشلة. والبرلمان كان الوقود الذي زاد فتيل الأزمات ولم يدرك دوره في حلها. نقدر نعتبر هذا التوصيف الدقيق؟ نعم. نقدر نعتبر هذا التوصيف الدقيق؟ عيدا عيدا عيدا. أربع سنوات والحكومة تصنع الأزمات حتى لا يقال عنها فاشلة. والبرلمان كان الوقود الذي زاد فتيل الأزمات ولم يدرك دوره في حلها. يعني بالأتي جاء توصيفات مادرة مدى مهنية المحترامي للمتحدثين وإخواننا لكن مدى مهنية هذا الطرح ومدى موضوعيته إحنا جاء دراسة الآن الأستاذ حميم سارم يوجه نقودات لاذعة وقاسية جدا لا خمد يوجه نقودات من أجل الإصلاح نريد أن نسمح وضعها حكومة أزمات شنو حكومة أزمات متتعمدا تسقط الوضع السياسي أكو حكومة سقط نفسها بإثارة الأزمات حكومة تنجح المالكي يريد أن ينجح ولا ينجح إلا بالاستقرار الأمني وباستقرار السياسي أما يثارت الأزمات يسقط نفسه بنفسه باسم يقول مساء الخير لا أجد أن هناك حكومة وبرلمان أجد أن هناك أحزاب هلكت وأهلكتنا في حسابنا معكم في الانتخابات هذا الصحيح هذا الصحيح هذا جيد هذا الشعب العراقي يقول كلمتها في الانتخابات الخاصة هذا وصح خلينا أخذ آخر مشاركة حيدا الربعي أنا أرى أن سبب كل الكوارثة التي نعيشها هي عدم إنتاج حكومة أغلبية سياسية وعدم إنتاج معارضة قوية موافقين على هذا الخيار بالمستقبل آل سأطر unstoppable موافقين أعرف موقفكم موافقين على هذا شعب العراقي يجب أن يقول كلمت في السياسي الموجودين موافقين على حكومة أغلبية سياسية نعم موافقين نحن موافقين بقوة دكتور أحمد المسار النابع الإتلاف المتحدون شكرا جزيلا أيضا سيد علي العلاق النابع عن الإتلاف دولة القانون شكرا جزيلا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشهركم على حسن المتابعة والإصغاء أنا محدثكم علي عماد إلى اللقاء اشتركوا في القناة